اهلا بحضراتكم من جديد وانا استعرض مع بعض عدد من المباريات المحلية وايضا المباريات في الدوريات الاوروبية نبدأ مع بعض بيئة الدوري المصري في هذه اللحظات وانا معكم على الهواء مباشرة في احدى المباريات بتقام في هذه اللحظات على استاد الجبل الاخضر مباراة المكونين العرب مع سموحة وما زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين ساعة 7.30 المباراة اللي بالتأكيد بتشهد اهتمام كبير جدا من كل جماهير النادي الاهلي بشكل خاص وجماهير القرى المصرية بشكل عام مباراة بيراميدز والاهلي في اطار مباريات الجولة العاشرة لكن في مباريات اليوم في الدوري الانجليزي اربع مباريات مبارتين في توقيت واحد نيو كاسل يونيتد هيلعب الساعة 8 مع ليتز يونيتد وكريستل بلس هيلعب مع ويست هام يونيتد ايضا الساعة 8 في الختام في مباراتين ايضا في نفس التوقيت الساعة 10 اوروب لكن في ختام اليوم درب الغضب مباريات في كأس إيطاليا مباراة الدور الثمانية الكورتر فاينال ما بين انتر ميلا وميلا درب الغضب كما يطلقون عليه في إيطاليا مباراة نهائي مبكر في كأس إيطاليا لكنه في مرحلة الدور الثمانية كل التوفية يا رب لكل المتابعين والمشاهدين في عدد من المباريات اليوم لكن بالطبع مباراة بيرامدزو الأهلي هي اللي بتطلق اهتمام ومتابعة كبيرة من جماهير القرى العربية وجماهير القرى المصرية وجماهير الأهلي بشكل خاص أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ مع بعض تفاصيل بقى وشغل مهم جدا متعلق بمباراة النهاردة وكواليس فريق النادي الأهلي بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب الدفاع الجو